أهلا بكم سلاح تقليدي بمواد نووية هي مزيج من المتفجرات مثل الديناميت والمواد المشعة إنها القنبلة القذرة أو The Dirty Bomb هي لا تنطوي على انفجار نووي لكنها صممت لتلويث منطقة واسعة بمواد مشعة ما يجعلها خطرة على المدنيين هل القنبلة القذرة هي نفسها القنبلة الزرية؟ الجواب هو لا فالقنبلة الزرية هي مجموه القنابل التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي وانفجرت من جراء انقسام الزرات أي انطلاق كميات هائلة من الطاقة التي تنتج سحابة زرية هائلة تقتل كل حي أما القنبلة القذرة فيستخدم فيها الديناميت أو المتفجرات الأخرى لنثر الغبار المشع أو الدخان أو أي مادة أخرى من أجل إحداث تلوث إشعاعي وهذا التلوث من شأنه أن يسبب إصابات خطرة وأضرار واسعة في الممتلكات الخطورة تكمن في أن هذا الإشعاع لا يمكن رؤيته أو شمه أو الشعور به فمن المحتمل أن لا تؤدي المواد المشعة المستخدمة في القنبلة القذرة إلى تعرض إشعاعي كاف للتسبب بمرض خطر على نحو فوري باستثناء الأشخاص الذين يكونون قاربين جدا من موقع الانفجار فالقنبلة القذرة تصيب أو تقتل من خلال الانفجار الأولي للمتفجرات التقليدية والإشعاع والتلوث المنقول بالهواء ومن هنا جاء مصطلح قذرة وفي المحصلة إن القنبلة القذرة هي جهاز يستخدم لنسر النفايات النووية المشعة على بعد بضع كتل أو أميال من الانفجار هي ليست سلاح دمار شامل بل سلاح اضطراب شامل حيث التلوث والقلق هما الهدفان الرئيسيان